او بالحول عاملين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مرام بعيش في ايسلند حلقتنا لليوم عن اليوم الوطني في ايسلند وقبلها بيوم تم دعوتنا على البريد الالكتروني حتى نحتر هذا الاحتفال في منطقتنا في هافن فيوردر وهذا سي ايسلندي بترتدي السيدة الايسلندية في الاحتفالات الوطنية وهون كمان ازياء الفايثينج راكن يعملوا عرض مزرحي فقرة العاب للاطفال تيجو نمر من هون هاي كمان هونتزي بالايام العادية احنا ما بنشوف هيك حركة الناس وطلعت العالم وهي العجق والصوت وانتشار العالم بالشوارع حتى اللي عايش بايسلند عارف هذا الكلام ايسلند يسود فيها الهدوء الهدوء التام كمان بتنتشر العالم بالايام اللي بتكون فيها مناسبات وطنية او اعياد او حتى في فصل الصف للسياحة هون شكلهم بيبيعوا اكلات واشياء يعني هاي اكشاك ويفتحوا هاي كمانسبات هاي المنطقة هي منطقة اكشاك بينباع فيها حلويات واكلات والعاب للاطفال وحتى ممكن تكون مشغولات يدوية ايسلندية او حتى التذكارات فقط بتفتح في المناسبات الوطنية وفي الاعياد الدينية شايفين كيف الأجواء خلوة صح؟ حتى الحيوانات طالعة كمان تتسلة وغدا تستمتعيني في حتى جاهونا وما اكتما قال نفسك وشكماً أكثر من دون أجمال مناسباتاny نفسكوية أجمالك 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 موسيقى هل شكرا لديهم عملاً هل شكرا لديهم أخريك أنت على سنطلقه؟ لا شكرا لديهم أمضحك من الكثير من السنوات سنطلقه إلى السنوات السنوات ببنس أمضحك يا جددا اشتركوا في القناة 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 سجوانا سجوانا انتقلن عشق شكرا 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 فالفاصل شكرا وان ببيع كمان مشاوي هاد المكان كمان ببيع سند واشو هيك شوالات بعدنا شوي عن الازعاج والصوت كمان بالمقهى كانوا عاملين حلويات وكيكات واشكال مختلفة بتحمل العلم الايسلندي وكمان بترمز للاحتفال الوطني في ايسلند من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني كمان السيارات الحكومية بتطلع وبتحتفل بهاي الطريقة اللي انتوا شايفينها بيحطوا اعلام وبمشوا بمسار واحد سواء سيارات دفاع مدني او اسعاف او غيرها من السيارات الحكومية بتاع افرجيكم هاد المنظر او هاي المطيتة ident جران وسيدهم افرجيكم بابياتبكرة كثير استخدامات Democratic du joining of Iceland وهون في كمان سيارة بتبيع هاي الأشياء وجوه عاملين زي كأنها محل وطبعا حطين العلم الأيسلندي حطين هاي الشغلات شايفين هيك أشياء ألعاب حطين فحلو وهي مثل أحجار كريمة خليك توضح الصورة مشاركة فلطيفة وهونيك ألعاب وأشياء فحلو وهي حطين درج تطلعوا إذن وهاي النافذة موجودة في وسط المدينة يعني كل فترة وفترة بيتم تغيير المكونات لجويتها فبحطوا أشياء كلها بترمز لشعب أيسلند أو لتاريخ أيسلند فكتير بحب أشوفها فحبت أصورها لكم وأفرجيكم إياها هون كمان منطقة أكشاك بس مختلفة عن منطقة الأكشاك اللي قبل شوي هون بيبيعوا مثلا في هون طاولة وعليها بيبيعوا مشروبات وأكل وحتى حلويات فمتلا هون بيبيعوا كمان برغر وهوتدق وغيره مصيد المهم هاي أشياء مختلفة بس ما في مكان معين زي طاولة وحطين عليها الأكل وهون كمان بنباع بلالين الهيليوم وبتمتع بيقتها بنفس اللحظة وصراحة بأشكال كتير حلوة وغريبة وأول مرة بشوفها ومن ضمنها كمان في شكل عالم أيسلند هون بنباع غزل البنات أو زي ما بنحكي بلهجتنا شعر البنات اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذا الصندوق الكبير فيه تلج وحطين جويته عصائر مشروبات غازية تتظلها باردة رغم احنا في ايسلند الا كمان بنحب المشروبات تكون باردة وبعد الاحتفال دخلنا للسوبر ماركت فشفت هذول الاعلام والتجهيزات فحبيت افرجيكم اياهم واحكي لكم انه هاي الشغلات بتكون موجودة قبل الاحتفال وبعضها بيكون موجودة على طول السنة وهيك هلا خلصت حلقتنا الحمد لله بتمنى انكم لو طلعتوا بمعلومة واحدة فهذا اشي بسعدني بتمنى انكم تشاركوا الحلقة او تتفاعلوا عليها فهذا كمان اشي بكتير بشجاني ان اعرفكم اكتر ع هاي البلد فلانه صراحة كمان بتعب كتير بمنتجة هاي الفيديوهات واكتبولي بالتعليقات متى اليوم الوطني في بلدكم وكل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مرام حكايات ايسلند بشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت معكم مرام من ايسلند اي استفسار رجاء ان تركوا على التعليقات وبعتذر من الاخر الشباب عن الردف الخاص اشتركوا في القناة